ماذا للصوت والصورة واضح قدكم اخواني واخواتي في البداية كل عام وأنتم بألف خير وعوائلكم الكريمة بألف خير ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وتكون سنة 2023 سنة خير ومحبة واحترام بين طواقف الشعب العراقي الغالي والعزيز وكل أمتنا شرقا وغربا شمالا وجنوبا اليوم 31.12.2022 ساعة وحدة ونص إلى خمسة بتوقيت لندن حبيت أسوي هذا البث لنهاية عام 2022 أسلم عليكم وأودعكم لأن انكشف أمري ومطلوب للعدالة كما تعرفون وأمر القبض علي من سيد المستشار في المزرعة والسيد أبو طلي أبو المخابرات والسيدة المناضلة المجاهدة الرفيقة سابقا أم المالية وكل المستشارين وكل الأشخاص المتقفين في المزرعة السعيدة وعلى رأسهم السيد الرئيس ابن المزرعة عام 22 كان حدث قوي خاصة لأهل المزارع فالمزرعة كانت مزرعة سعيدة وفضح أمري ولأول مرة بتاريخ الجقلبان الدرنافيسي المتواجد على الأراضي الأمريكية وباعتبار هذا المطرب مطرب المزارع اللي قام بفضحي والمصيبة بأنه يستضيف من خيرة خبراء العراق ومن خيرة نوابغ وضباط المخابرات والأجهزة الأمنية اللي كانت متواجدة في أيام الرئيس صدام حسين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته خطيئة هذا الرئيس يضوج من واحد يقول الله يرحمه هو وجماعة المزرعة مات فالمهم تعرفون أنا اتشردت ومن طلع أمر القاقبض علي من السيد المستشار لحد الآن أنا نايم بالفلكة اللي وراي على البحر هنا وتعرفون البريد والكذا ولهذا وبهذه المناسبة أهديكم أغنية يما نتني لأوتي سوشي لعبته بوايره هذا الواير اللي هو السيد الرئيس ابن المزرعة اللي ما بقى قصة بالعالم عاف صدام حسين الله يرحمه وعاف الأول والتالي وتشلب بالباسي المقدس اللي هو جلد النمر اللي طاني يا عدي واللي مغطية أمور السياسة ورأس النظام ولهذا نقول لابن المزرعة وكل حوالي أنت حفرت حفرة لنفسك وهذه الحفرة راح تورطك ورطة بس الله سبحانه وتعالى اللي هو راح يخلصك زين وبعد ما يفيدك أنت بالبيث قام الرخصتكم الصلاة وتروح تأذن وتروح معرف شنو يعني أنت تاريخك كل أجاني من يوم اللي قدمت على الكنيسة المسيحية على مودي خرجوك من إلى أمريكا ولحد وصولك إلى أمريكا وحصولك على اللجوء والقصة ماتتك هم معروفة ليش حصرت على اللجوء ومريد نتطرق على هسه هذه أمور قانونية أنا أمشي بالقانون أنا ما أمشي مثلك والله إجاني رسائلة صوتية يعني تعرف الرسائل الصوتية اللي وصلتني عليك يعني ابن المزرعة لو أعرضها تشقه دومك بس أنا ما هاي الشغلات الطفولية ما أمشي بيها وما أمشي أطلع شي ما عندي إثبات علي أهواي وصلتني رسائل صوتية هيش ابن المزرعة وهيش وكذا وابنة وما عرف كذا لا أنا نخبشت وما نخبش يا ستار فطلعت كل المقالات اللي نكتبت على ابنك وشون نسجن وشون نعتقلوه ونحكم ثلاث سنوات وشلون نخلوه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات يعني دائما يكون شرطوية ويروح يوقع ويثبت وجوده وكل هذه الأمور جبتها من الصحف مالتكم الأمريكية وكيف تهرب إلى بريطانيا وكيف 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 هذه أمور قانونية دعا أمشي بيها على كيفي وإن شاء الله كل الأمور تصفى وترتاح وأنت كثير تكلمت وتهجمت ولطيف بريمز وسخيف معرف شنو وخفيف لحية وهذه شغلات المزعطة ما كنت شون نحن جلنا بالمدرسة من الريد نلوج واحد نلتمشم واحد على واحد وهذه السؤال في التعبانة وكمال تقول أنت جد يعني أنت طبلت وزمرت لطيف قال عدا يضربني بجد فيه بعدين برجلي والبرحة فضحت نفسك بنفسك طلعت التسجيل أنا قل ضربني بجد فيه ما ذكرت لا رجلي ولا أبدا والناس يقولوا لك وين دا تحجي قلبت الموضوع ولفيته ودرته وقصصك وأفلامك كلهم فضحت والناس اللي صفقوا لك وطبلوا لك ونفخوك وسواوا داء العظام عندك خبلوك كلهم رح يتبخرون من أنت تنفضح فضيحة رب العالمين وتقول أنا سويت بنفسي وطلع أغنية ياس خضر وطلعني تايبين هذا عهد عهد رجال أنا مو متلك أنا مو متلك كل واحد يخابرني طيب حطيته تعالي حتي طيب ما أعرف شنو جعيب لي هذا أبو اللي صابغ القيطان ومخلي القندرة وأخلاقش قد حلو نفس أخلاقك يعني يعني بهذا العمر وبهذا يعني أنا أقدر أسوي أشكال ألوان عليك أسامي وهذا جعيب لي اللي صابغ القيطان وعاي في القندرة يسميني لطيس لحية هو هذي أخلاقك وأخلاق متابعيك وكل ما تحكي أنت ما تعرف ما تعرف شنو الطبقة المثقفة اللي انتمت للحركة ولك أنت يعني أنت من خلال البثمالك شون تتوسل بالناس تعالوا انتموا للحركة أنا ما شايف حركة تتأسس على اليوتيوب وثاني شي أنت بالسانك شوفيش قد قشمر يعني أنا بحياتي ما طالع قايل تعالوا يا تلفزيونات أخذوني تعالوا ما أعرف شنو تعالوا أنتم سوولي واني آني كذا تقول أنا سويت هذي الحركة وهذي ستة شرآني ده أحكي وهذي ما شايف في التلفزيون إجا استضافني يستضيفك على شنو على مهارتك على يعني أنت شكلك ولو هو شكل الله بس كانك فرس النهر فرس النهر وقالب من القفص مات أنت مثل الزرقة هم الزرقة معكم أنت تفرش مثل المارسيدس أنت عبرت الزرقة وتفرش بالمارسيدس كافي احترم نفسك أنت رزقك على اليوتيوب ليش تخلي المزرعة ماتك تروح يعني أنت رزقك على هذي قاعد بالمطعم 24 ساعة تبث والمطعم ما لك هذا تقول للناس أنا بعت شقتي وبعت ما أعرف شنو على مود أسوي هذا البزنس لا حبيب أنا أقول لك أنت مين مو جبت تاريخك كله أنا راح أقول لك مين جبت الفلوس أكون منظمة مسيحية تساعد اللاجئين في أمريكا يعطون قروض من 500 دولار إلى 15 ألف دولار والحبابة اللي يمك هي صاحبة الشركة ومسجلتك أنت عامل يمها أتحداك إذا تنكر هذا الشيء هذا من الشركات المسجلة في أمريكا ما بيأي بالشغل تبيع فلافة تبيع قنادر تبيع هذا أبد ما بيأي عيب الشغل تسميني لطيف بريمز وأبو لطيف صلح بريمز حتى لو فرضنا هذا الكلام ماتك حقيقي الشغل مو عيب العيب من واحد يصير عار واليوم تمدح بالرئيس وباشر السبة وتقلوا بالقناة كلها مسبة ع الرئيس وع الرئيس وأنت أول الناس اللي شنت تبوس القندرة على مود مو توصل للرئيس توصل الأصغر رفيق حزبي بأي منظمة حزبية على مود يصعدوك والمصيبة اللي أكبر الغنبلة الغنبلة تذكر يا ابن المزرعة أكو ملها كان اسمه البوركان وملها الزيزافون هذا الملاهي الثنين بالضبط بالتحديد أقول لك إياها أنت تقول أنت عمرك ما غنيت بالملاهي لأ أنا جبت لك أصحاب هذه الملاهي وحشوا إياي وصوتهم سجلت يمي بموافقتهم قالوا هذا ابن المزرعة كان يجي توصل يغني على مود الكيتات وعلى مود كذا ملها البوركان وملها الزيزافون اطلع انكر هذا الكلام حتى أطلع لك الشخص اللي تكلم معايا وقال لي ما عندي مانع حتى في بث مباشر أطلع وأتكلم بكل التفاصيل الشون إجانا للملهة والشون كذا والعوق موعب أنا معوق بس بس حتى كانوا يسموك شسمه الأعرج وأخوك الله يبقي الصحة والعافية هو معوق من الولادة ويشتغل بالشورجة هسا تاريخ تاريخ أجاني أنا مو مثلك أنا مو مثلك شوف إذا تريد تعرف شون تشتغل بالسياسة السياسة مو بهذه الطريقة الهمجية اللي أنت كل واحد حشا لحشا تعال احشيها لا دليل لا لا وثيقة لا أبد جعب لهذا اللي صاب القيطان وعايف القندرة قاني مطلع حلقة كاملة علي يعني شراح يحشي علي وكل هذا مو مشكلة كل هذا مو مشكلة يا مو يا مناس مشور وصقور توقف على شواربهم مو عملت مثلك نداسوا بالقندرة وراحوا وخلص انتهى وتعرض رسائل ماتي بيني وبينك مو أنا قلتها في بيت مباشر أنا قطيتك اللي أنت تريد تسمعلي أنقريت نفسيتك أنت واحد ما تقبل واحد يحشي كلمة مخالفة عن رأيك لأن مريض وهذا بألم النفس يسأل يسمون داع العظمة وداع العظمة ما بأي علاج اللي خالفك يعني تكتاتور اللي خالفك تقاطع وطلع عليه قصص وطلع عليه أفلام وطلع كذا وما جبت واحد بي خير غير الرفحاويين ولك أهن الشيعة ذول أهن الشيعة زين يتخبلون من شيء اسم رفحاوي أنت جاي بالرفحاويين والمصيبة الأكبر تقول لو استلمت الحكم يسوي تمثال الكل رفحاوي بالعراق أخذوا هيت واحد أسقط من السقوط نفسه الرفحاويين اللي حرقوا المدارس وقتلوا الناس وقتلوا الأطباء والضباط وحتى الأجهزة الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية هذه كانت تحمي الوطن ما كانت أجهزة أمنية ما صدام حسين افتهم يا حاقد يا بلأ أصول زين أنت ليش تستنكر أو تتنكر عشرتك أنت مو تميمي ليش ما بسجل عائلتك تميمي بالجواز الأمريكي اللي أخذته ليش ما سجلت تميمي تستعار من عندهم لأن أنت مو تميمي أنت جيت ولزقت هذه الشون واحد عايش أبو السيفين اللي هي غالبيتها من الأكراد الفيلية وعلى غفلة ويقعد بالمنصور أشياء بعدين تنكشف ها طبعا إذا بقيت في المزرعة ماتتك وإذا راحت المزرعة ماتتك فبعد خلاص لا يشغلة بيك تيجي وتلزق تيجي وتخطط وتيجي وتحط يعني أنا لو هس أقعد أخذ كل الاتصالات اللي هي ضدك والحشي اللي يوصني عنك والتسجيلات الصوتية وهذه لازم تطم نفسك زين وشغلات بيها عرض وما عرض هاي مو شغلات هاي شغلات سوال فتعبان هاي شغلك انت ابن المزرعة لأن انت لا خلق ولا أخلاق ولا دين ولا أبد تمشي مع الموجة مثل البورصة مات الدولار ساعد نازل هذا مستواك هاي قيمتك وتيجي وتحشي ولطيف وسخيف يحيا وسخيف ما عرف شنوه هاي أصولك يعني انت قمت قاعدت كاولي راقوس كاظم الساهل طلعت من طيزة شلم أبو وسام كل المطربين والمعرف شنو طلعوا مو عراقيين وطلعوا كذا وطلعوا بس انت اللي عراقي ما بقيت واحد ما سبيت وغلطت عليه قبل كم شهر أخونا وصديقنا انور الحمداني داك هو موجود عندك بالقناة وصلني من الاستاذ الأخ الفاضل انور الحمداني رسالة صوتية وانت نافخ نفسك ودتسمعها للناس وقبل كم يوم طلعت انور الحمداني منش اسمه ما تتجهلب وما خليت للا عرض ولا أم الله يرحمها أمه أمه اجدخلها بالموضوع وقلت انتظرونا وراح نجيب لكم بالدليل أمه فلسطينية واجه الخميس وطلع بطليماتك بالمخابرات لا قدم دليل ولا أثبت ولا أثبت بأنه أم أنور الحمدانية وهي عراقية أصيلة قندرتها الله يرحمه تشرفك وتشرف أهلك وقلت الخميس راح أثبت لكم أنور الحمداني والخشلوق وخميس الكنغر وسخيف بريمس بإسم اللي أنت سميتني راح أثبت لكم بالدليل هذولا ممولين من رغض صدام حسين حتي لا شفت إثبات ولا شفت شيء يأكد كلامك ولا شفت بأنه أنت عندك علاقة بكل هذه الأسامل اللي قلتها وبس قال المخرج قال والمخرج حشا وهذا تاريخي وهذا تاريخي اللي يسمعك يقول أنت نابليون بونابارت اللي يسمعك يقول أنت غاندي اللي يسمعك يقول أنت كل حياتك كل حياتك عبارة عن دنبكشي وهي أغنية نسويتها وثبارتنا بيها وتاريخي وتاريخي وأنت شنو وأنت ما أعرف شنو أنت أريد أعرف شنو غايتك أنا أعرفها هو الدولار ما عندك تغير شي أنا أذهبي على المطايا اللي بالمزرعة ماتتك أنت يا متابعين في هذه القناة بمحبيها وكارهها الله عليكم في يوم من الأيام قالي لكم حتى حتى سبوني وعادوني أو كذا قلت لكم تعطوني هسة كلمة تأييد ما تروحون على هذه القنوات حتى لطوهم مشاهدات شوف الخبث وين وصل يقول من أنا طلعت على اليوتيوب قنوات ذولة كلها مسحت ولك المشاهدات صاعدة الناس اللي يشتركون صاعدة عندي وغيري أنت قاعد بس باقي طلع الصندوق الأسود وتقول لهم تعالوا ختموا مثل ما كانوا يختمو لك بالعراق اشترك اشترك بالقناة الخاصة على موت كلها يدفعون فلوس والزمايل تدفع فلوس وماعدهم غير السب والشتم اي افضح افضح بابا هي الشغلة ترى موسوالف أنا أقدر أقعد أسوي لك سوالف أبو أبوك أصمط وأجيب ناس تخابر أبو أبوك يصمط وما يخلو لك طريق ما يخلو لك طريق بحيث ولو أنت ما تستحي والعار يستحي ولكن أنت عائلتك أهلك أهلك متبرين منك أهلك متبرين منك وإن شاء الله بعون الله كل هذا الحجي رح أطلع لكم مياه زي وموجود الارتكل أو المقالة على ابنك شون تم القاء القبض عليه وشون كان مراقب وشون هل قد ما مطي على موت خمسمائة دولار تجارة السلاح سووا له كمين يعني يعرف ويا من كاننا يسوي التجارة هادم والسلاح وغيرها سووا له كمين باع السلاح الرجل من الـ FBI ولزمو ومن لزمو اعترف بخمس إلى ست جرائم فاعلها هذا مو أنا داهش الصحف الأمريكية قاعد تحتي الصحف الأمريكية مو أنا داهش روحوا وكتبوا اسمه أو اسم ابنه رح تطلع لكم الصحيفة 2014 2015 تصور زين وراح تشوفون شن اللي سوي انحكم تلس سنوات وبعد خروجه من السجن وطبعا مع تسفير تسفير من أمريكا بس هو المحام عود مات معترض يقول والله احنا من الدواعش ومن معرف شنو ويرجع ابني ما يعرف هو شن 15 سنة من طلع وما يعرف شنو بالعراق وما عدنا أهل وما عدنا كذا هذي بالصحيفة مكتوبة ما تجايبها أنا من جيبي ومدت خمس سنوات خمس سنوات مراقبة يوقع مركز شرطة وشرطة مسؤول عليه يجب يبلغ وين يجي يعني طيحة وحظة فأنت تبيع شرف عن ناس وانت بيتك محافظة وأبنائك محافظهم و إزنودسيت محافظها فتجي تريد تصير سياسي برأسنا وتقعد تبيع الوطنيات وتقعد تبيع أضروطيات على رأسنا راح نشوف مصيرك وين راح يصير أنا ما قتلك شي كل هذه قتلك أريد اعتذار وكتبت لك وأنت عرضت على الشاشة ماتك قتلك أريد اعتذار وقتلي راح أعتذر بالبث فأنا كتبت لك الاعتذار صفة الفرسان أنا غلطان يا ناس ما اعتذرت ركبت راسك وخليت نفسك بهذا الموقف وسويت أداء وقلت لك أنا بالبداية شو تريد أنا أخوك أساعدك بأي طريقة أقدر أسويها بس أنت مو صاحب صديق يعني تصوروا تصوروا يقول أنا ما شايف أنور الحمداني لو خمس مرات لو ست مرات هذا يعني ما يعني بأنه هو صديقي ويعرف كل شي عني الرجل بعث رسالة بكل احترام وبكل مودة وما جاء طاريك إلا بالخير وقال عائلتك كريمة وعائلتك كذا وعائلتك كذا ما سبك ولا غلط عليك ولا جاء طاري أهلك بكل غلط تنزل عليه بهذه الهجمة سنبول ها البعثية ارتما وجوي وكذا وهالسوال في التعبان ماتك اللي تعلمني عليه اللي كل ما يعارضك فهو بعثي وصدامي وكذا وبعدين شون دارها شفتوا أنور الحمداني منه من جماعة أبو غريب أبو غريب منه حارث الضاري اللي كان يقتل ويذبح وشوف شون فرها شون فرها حتى يطلع مجرم وكذا اللي عقدة النقص عنده يعتبر كل الناس ناقصين اللي متربب بيت حليم وبيت خير يعتبر الناس كلهم خيرين حتى لو كانوا سيئين أنت إنسان تريد تصعد على أكتاب غيرك أناوينك كلها سخيفة أناوينك كلها طائح حظها مثلك وحتى أي شخص يناقشك تسوي لبلوك المخرج مالك اللي قاعده بالمطبخ اللي أنت تقول حشب شرفي هو أنت لو عندك شرف ما كان خليت مرتك تكون مشرفة عليك ما تخلي مرتك تكون تسيرك بالقندرة وهذا الحجم والتعالي أبوس رأسي شوي أبوس ما أعرف شنو هذه الأفلام ترى مرة علي شوف هذا الشيب ترى ما أجي من فرغ هذا الشيب أجي من أمثالك وأمثال غيرك اللي مروا على رأسي بالآلاف ولا طيف كذاب ولا طيب ما بقت جريمة بالعالم ما تركه وبقتب رأسي قاتلوا اغتصاب وسرقة وانتحال صفة وا 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 يقول له للناس لطيف أرى الصور برتبة نقيب وبالثمانينات يقول لأي أسه أنا طب لسي اسمه للغرفة ألبس رتبة نقيب لك يا مطي أك واحد بذاك الزمن يلبس رتبة نقيب ويفتر بالشارع حتى يلزمو يسوو عشرين ألف وصلة زين أني حتشيت والحلقات ما تنشرت صور وثائق فيديوات كل شي نشر واني حتشيتها من أول يوم طلعت قلت لما تركت لإراق ملف في كل مسح صرت مو عراقي ما أعرف أنا من هو وجبت هذا اللي صاب القيطان وعايف القندرة يذكر أسامي عائلتي كلها غلط العناوين كلها غلط بس ما يعرف أنا مواليدي جد وطلع أخويه اللي هو أصغر مني طلع أكبر مني شي ما مربوط بشي وآخر غنبلة قبل ما روحت أقول لكم يا آخر غنبلة البارحش يقول يقول من عجل للنمسا الكيس مالي قال عدي قتل أبويا هذا شوكت عام 92 أبويا الله يرحمه انتقل إلى ربا بعد ما عدي سوى اللي سوى عام 1995 يعني أنا قتالة أبويا قبل ثلاث سنوات من الحادث على مود أخذ هذا الكيس وأخذ لجوء أولا من أني جيت للنمسا النمسا تعرف القصة كلها بس اللجوء كان بيد المخابرات الأمريكية وأخذت لا حجيت ولا عندي سالفوية قصة وملف وسخام وعزا كل شي ما عندي ولا سويت هما أنا مثلك صارت مسيحي ويا المسيحيين مع جل احترامي الأهلنا المسيحيين على مود الكنيسة طلعك ومن طلعت إلى أمريكا حطوك بالكنيسة واحترموك وقدروك وساعدوك وبعدين سبيعتهم هذا أنت فالناقص كل شي يطلع من عنده فالناقص كل شي توقعه من عنده وأنت فتحت باب ما رح تنسد وإن شاء الله أنا قلت لك الجنسية مو قرآن كريم ولا إنجيل ولا توراة الجنسية في أي دولة هي هدية أي معلومات تستجد أو أحد يبلغ عنها يفتحون ملف الشخص مثل ما فتحوا ملفات كثيرة هنا في بريطانيا ورجعوا للأوليات وشافوا الأمور ما تتطابق وتمسح بالجنسية من عندهم وتم تسفيرهم ليش لأن مو بريطانيين بالولادة فأنت أنت يا ابن المزرعة راح تدفع ثمن للأسف أنت وصلت نفسك إلى أنا لا أمك ولا قربك ولا أبدا تريد توصل للنس لطيف يحيى توصل بي على مدطلع وياه وتفضلوا هذا الرسائل ونت نوصل الرسائل ما مطلعها بس ما مو مشكلة عمي توصلت بيك يلا يلا بسرتاح بسرتاح عاني عاني توصلت بيك وعاني يعني خضت معارك على مود أجيبك فلا ليس مو مشكلة هناك أشياء أشياء أنا أقول لك بالقانون لا أقول لك هذا هذا لأننا لا نقوم بحما نسوان وأرجع وأقول أنت تذكرني بالملاية شايفين الملاية من تروح ببيت وتجمع النسوان وتقعد السول في الهوم ودني يا 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 وكذلك وبعدين نسوان اللقمية فأنت كل شغلتك باليوتيوب مثل الملاية تجمع الجراثيم وتحكي قصص للمرضى اللي مثلك وبكيفك تألف وبكيفك تحكي وبكل فخر عرضتها وبعدين طلعت أنور مخوش آدمي وأني كل أستاذ ودكتور وهذه بعدين صرت خفيف لحية وصرت بريمز وصرت معرف شي مو مشكلة وجبت لك مرة كانت شيوعية وأمنا 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 وثاني يوم سبيتها وغلطت عليها لأن مات ماشت مع تقلعاتك وكل الخرافات والطيحان الحظ اللي أنت تقولها والبارحة ما أدري كم يوم أخواننا الصدريين وأخواننا صار وإخوانك الصدريين صار وإخوانك لأن فعلا مثلك وأرجع وأقول أتحدى شوف سبيت صدام حسين سبيت مقتدى سبيت الحكيم سبيت لطيف ما خليت واحد ما سبيت اطلع قول من السستاني اطلعني تاريخ السستاني خلي جماعتك اللي هم رفحاوين تابعين لسا بتتنقاني مالك أتحداك اتجيب طارية ومن اتجيب طارية تقول السيد السستاني مرجع ويتبعو ناس مقتد هم يتبعو أربع ملايين مال ثلاث ملايين وفلان هم يتبع أفلان ليش هذا ما تجيب طارية لأن تعرف قناتك تفرغ تفرغ لتعرف فأنت لا همك إراق وأنت تعرف السبتة تنقاني اللي أنا مستلمة زميل زميل تشرباية هو سبب خراب العراق ولليوم أقولها ونحن بنهاية 22 سبب دمار العراق ووصول إلى هذه المرحلة من الخراب والدجل والعهر وانفتحت المجاري وطفحت وطلعوا جراثيم مثلك ابن المزرعة بسبب السبتة تنقاني أتصور هذا كافي هذه نهاية سنة ما ريد أتكلم بعد كل تمنياتي لكم أخواني وأخواتي الصحة والسلامة وسنة خير وبركة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة ومثل ما يقولون جوي أخذوا راحتكم تونسوا في حياتكم ما لكم شغلة بفلان وعلان وهذا حجة وذاك قال أنا هذا ابن المزرعة لازم تسموه قناة الملاية الملاية من تجمع النسوان للطوم والقصص وكذا وأكو ناس واي خرفان تحب هذه الملايات الله يباركه بعمركم وعمر عوائلكم الكريمة وإن شاء الله عام 2023 سنة خير ومحبة عليكم ما قدر أقول لكم يرجع لإراق لأنني قلت ما رح يرجع في حياتي مثلا ما ما قدر أقول لإراق يرجع فس ابن المزرع يقول احنا وندخل انتخابات ونذهب انتخابات وإنت أمريكا ما تقدر تعوف حتى تذهب انتخابات وإن شاء الله نشوفكم بال2023 ونكمل معاكم المشوار مثل ما بديناه بكل هذه السنوات اللي كنتم معانا وتشرفت بكم تحياتي لكم وكل عام وأنتم بألف خير نشوفكم على خير تحياتي